في البحر الأحمر وتحديدا منتصف الساحل الغربي لليمن يقع ميناء الحديدة ثاني أكبر ميناء يمني والمنفذ الأهم لميليشيا الحوثي على البحر والمسيطرة عليه منذ انقلابها على الدولة سبعون في المائة من واردات البلاد التجارية تصل عبر ميناء الحديدة فضلا عن المساعدات الإنسانية وشحنات الإغاثة سبب يفسر استماتة ميليشيا الحوثي في إبقاء الميناء تحت سيطرتها حيث يعتبر بالنسبة للميليشيا مصدرا ماليا هاما استنزفته خلال ثلاثة أعوام في تمويل حربها ضد اليمنيين أهمية حيوية كبيرة يتمتع بها الميناء نتيجة موقعه الاستراتيجي وقربه من خطوط الملاحة الدولية مكنت ميليشيا الحوثي من ممارسة أنشطة تهريب الأسلحة القادمة لها من إيران وكذا استهدافها لسفن وناقلات نفط نهيك عن زراعة الألغام البحرية بحسب تقارير دولية تهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم سبب دفع الحكومة الشرعية ومعها التحالف لإطلاق عملية عسكرية قبل ثلاثة أشهر بهدف تعجيل تحرير الميناء والمحافظة إفقاد الميليشيا أهم أوراقها التفاوضية هدف لا يمكن تجاهله لمعركة التحرير المرتقبة خاصة بعد تعنتها ورفضها الانسحاب من المحافظة بناء على مبادرة الحديدة التي قدمها المبعوث الأممي وتتضمن الانسحاب الكامل وإحلال قوة من وزارة الداخلية محل الميليشيا وتحويل موارد الميناء للبنك المركزي وإدخال مراقبين من الأمم المتحدة إلى الميناء بهدف منح المبعوث الأممي فرصة لإقناع الحوثيين بالانسحاب غير المشروط توقفت معركة التحرير فهل ستنجح الجهود السياسية وتجنب المدينة وسكانها تكلفة المعركة؟ أم أن مراوغة الميليشيا ستفرض الخيار العسكري؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر